موسيقى بعض الناس يغرب ماذا يا أخواني؟ يغرب عندهم خوارق انتبهوا طالعوا أحوال الهنود وغير الهنود الخوارق تقع من الملاحدة ومن الثانوية ومن المشركين ومن عباد الأوثان ومن المسلمين واليهود والنصرة الخوارق ليست دليلاً قاطعاً على كرامة العبد انتبهوا ثم حتى لو وقعت الخارقة للعادة على سبيل الكرامة لا تعني أن من خصص بهذه الخارقة أفضل من غيره أبداً أبداً قد يوجد عبد ولم تظهر عليه خوارق ولا كرامات وهو عند الله وعند العارفين حقاً بأحوال الناس أعظم ممن أيدى ببعض الكرامات والخوارق قال مولانا ابن عطاء الله السكندري قدس الله سره وذكرناها غير مرة ليس كل من ثبت تخصيصه كم لا تخليصه ليس كل من ثبت تخصيصه بالخارق بالكرامة كم لا تخليصه من ماذا أهم شيء تخليصه من الرعونات من الذنوب من الشهوات المردية ليس بالضرورة قال قال أبو الحسن الشاذي لقطب الكبير أبو الحسن الشاذي لقدس الله سره ليس ثم أعظم من كرامة الاستقامة ملازمة الكتاب والسنة قال أعظم كرامة قال ومن أوتي العمل بالكتاب والاقتداء بالنبي بسنة النبي عليه الصلاة وأفضر السلام ثم تشوفت نفسه إلى شيء وراء ذلك فهو عبد مفتر كذاب أو مخطئ لجهادة الصواب يا إما يكون مفتر كذاب أعظم استقامة أنت رجل مستقيم أنت تطيع الله في أمره ونهيه أعظم كرامة ماذا بدك حسن من هيك هو هذا هذا المطلوب هذا المطلوب أن تقول له يا ربي أنا كنت عبدك الذي أردت وقفت عند أمرك ونهيك وحاربت نفسي وجالتها وردتها على ذلك عقودا طويلة حتى لأ أعظم كرامة إي بالله والله ما أعظم من كرامة الاستقامة هو لا يريد كرامات أخرى يتشوف للغيوب يتشوف إيه اللي ما عرفت أسرار الناس بطريق الكشف ماذا تريد من هذا يا رجل أو يطوي الأرض ماذا تريد من طوي الأرض يطونه الآن بالكون كردو بالطائرات مش شيء مهم مش شيء عظيم ولذلك قال ابن عطاء الله السكندري في كتابه الآخر لطائف المنن وهو ترجم للشيخ أبي العباس المرسي شيخه وشيخه أبي الحسن قدس الله أسرارهم جميعاً قال أجمعت الطائفة حفظوا هذا القول هذا كلام ابن عطاء الله أجمعت الطائفة الصوفية مجمعون على أنه ليس بالضرورة أن من وقعت له كرامة أنه إيه أنه أفضل ممن لم تقع له الكرامة في إجماع لا بإجماع ضرورة بالمرة وأجمعت أيضاً من ضمن إجماعها على أن الحبد السائر لله تبارك وتعالى المؤيد بالكرامات المعنوية ما هي الكرامات المعنوية؟ الخوف والخشية ودوام المراقبة لله والاعتماد على الله والاحتساب به لا إله إلا هو والثق به وبوعده إلى آخره هذا حق الإيمان التوكل عليه قال هذه كرامات معنوية أعظم الكرامات الحسية قطع الأرض والخطوة والإنفاق والغيب والتصريف في هذه الكرامات الحقيقية لأن النجام عقودة بهذه بالكرامات المعنوية وليس بالكرامات الحسية فلا تغتروا قال وسمعت شيخي أبا العباس يقول الطي قسمان طي أصغر وطي أكبر فالطي أصغر لعامة هذه الطائفة في العوام طي الأرض من مشرقها إلى مغربها في نفس قال هذه كرامة للصغار يلعبون بها والطي الأكبر طي أوصاف النفوس الآن اختبر يكون شيخا يدعي التصوف فإذا تكلمت في عرضه جن جنونه وبدأ يدافع عن نفسه ويقذف ويزبد ويرغي شمالا ويمينا وربما صدر منه القبيح أي شيخ أنت يا رجل أنت رجل لم تطوع عن أوصاف نفسك لو منع حظه من الدنيا لجن جنونه لو نوفس على دنيا مثل ظهور في فضائيات جمهور في مسجد وغيرها سبحان الله يصيبهم مثل المقيم المقعد ويبدأ يتكلم في الآخرين وتنقص ومنهم من يأتمر بهم لكي يقطع أرزاقهم وظهوره أمام الناس وشيخ سوفي ما شاء الله على التصوف وما شاء الله على المشيخ والكذب ليس هكذا هذا رجل لم تطوع عنه أوصاف نفسه لا يزال عبدا لنفسه وهو يصدر نفسه على أنه عبد حقيقي عارف بالله نسأل الله تبارك وتعالى السلامة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا الحمد لله الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إذن أحبتي إخواني وأخواتي الكرامة ليست بالضرورة عنوان تمام الولاية أبدا قد تكون ولاية منقوصة وصاحبها ذا كرامة يعني يكون صاحبها ذا كرامة ثانيا من ثبتت ولايته لا أقول ليس بالضرورة لا لا قطعا لا تثبت عصمته ما علاقة العصمة؟ العصمة للأنبياء ولي فأبتت ولايته يا سيدي بكرامة بغير كرامة نقر نختم بالعشر أنه من أولياء الله إن شاء الله إلى الآن لماذا؟ لأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة ممكن الآن ولي أبكره شيطانا مريضا واعتبروا ببلعام ابن بعوراء وقرأوا حكايته في تفسير آيات سورة الأعراف وطلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين وشبهه الله بالكلب وهذا الرجل أوتي الإسم الأعظم تخيلوا كان عنده أولاية من الأعظم على الولايات الربانية أوتي إسم الله الأعظم ومع ذلك انقلب إلى كلب نجس خسيس والعياذ بالله فالحي لا تؤمن عليه الفتنة نسأ ولذلك سفيان الثوري بكى مرة إمام الخامس في الإسلام أبو سعيد بكى حتى غشي عليه فلما سري عنه أفاق قيل يا أبا سعيد ما الذي أبكاك أنت أبكيت بكاء غشي عليك منه فقال بكينا زمانا على الذنوب قال أيام الشباب والكل كنا نبكي من أجل الذنوب وذنوبه كله صغير معروف والآن نبكي على الإسلام يعني خوف أن يسلب الإسلام شفتوا العالم بالله لا يأمن مكر الله مؤمن صادق مكر الله لا يأمنه مؤمن صادق قال والآن نبكي على الإسلام أي خوفا من أن نسلبه وهؤلاء يستحلون الفروج وتغولون أعراض الناس وأموالهم ثم يدعون أنهم أهل الله الذين وصلوا إلى ما لم يصل عليه غيرهم نسأل الله السلامة ونسأل الله السلام من كل خذلان والتوفيق إلى كل صدق وعرفان